اشتركوا في القناة تطور والزهار في ظل قيادته الحكيمة منويها سموه بالعلاقات الأخوية الطيبة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات المختلفة كما بعث سموه للعهد حفظه الله برقية تهنية مماثلة إلى أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء مهنيا سموه فيها بهذه المناسبة